حكيني إيش صاير في أيام العزل قبل الله ندخل ونتعمق في عالم الطهيل والله الأيام يعني حلوة تحسسني شوية بأيام زمان لما كنا صغيرة كيف العيلة كلها مع بعض ودائما مع بعض يعني أنا حاسة أنه فيها الوضع اللي احنا فيه ده فيه الشيء الإيجابي وفيه نعمة بنخرج منها إن شاء الله إن شاء الله نتعرف على بعض من أول وجليد إن شاء الله بإذر الله أبيك تكلمينا يعني قبل قبل هالعالم قبل الطبخ يعني أنا متأكد أنه في ثالث تروي خلصت بس ما ما قالت أبغى أتخصص طبخ لا قلت والله قلت أبغى أدرس طبخ بس كانت يعني ما هي فكرة محبذة اللي هو يعني منك ولا من الكميونيتي والمجتمع من الكميونيتي والمجتمع ما كان وقتها لسه كل إنه الواحد يطبخ بس الوالد كده كان بوجهة نظره إنه أدرسي بزنس وبعدين سوي أي شيء تاني بس كان مرة مهم للوالد إنني أدرس حاجة أقدر أشتغل فيها ذكرتيني بزمان أنا ترى على فكرة خريدي دارة مالية فاينانس وما دخلت لأني أحب الفاينانس دخلت لأن أخوي اللي أكبر مني وهو قريب مني دارس فاينانس قلت يلا أنا معاك في نص الطريق قلت لأهلي وقلت لأهلي والله ماني بيم الموضوع أنا جوي مع الفن وجوي مع التمثيل أبوي قال لي كلمة واحدة قال لي شوف أنا ما راح أدوم لك وما أعرف ما أعرف إيش الفن حيوديك وإن حيجيبك خلي معاك شهادة لو دار الزمن وما مش هو أبعك تقدر ترجع تجد هل كان نفس الحوار هذا موجود تقريباً يعني تقريباً نفس الحوار إيش هم العظم أخذين نفس النص الظاهر حفظينه حفظينه بس يعني أنا متأكدة زي ما أنت يعني أكيد ويشير نفس الكلام أنه استفدت من الدراسة اللي أنت درستها يعني وإحنا صغار كده عندنا الإحساس اللي هو لا أنا أبغى أعمل اللي أنا أبغى ما أبغى نغصب بس بعد فترة كده لما ترجع تنظر للموضوع بأثر رجعي تقول لا أنا استفدت مرة كثير باللي أنا درسته وأفادني في حياتي اللي أنا فيها الآن بطريقة أو بأخرى يعني أنا برضو أعيد وأكرر لأنه الحياة الجامعية مش بس المادة اللي ندرسها لا أبداً أبداً أنا متأكد أنه بسمة في الثانوي غير بسمة في الجامعة يعني أنا شخصياً بسمة أمس غير بسمة اليوم شي طبيعي شي طبيعي طيب نبغى ندخل في البزنس شوية نتكلم عن التخصص اللي درستي فيه وكنت بأنتي حابة تكملي فيه بس يعني درستي ما كنت بأني حابة أنا لقيت نفسي فيه يعني أنا واحدة مرة كرياتيف وأحب أني أكون كرياتيف وأجرب أشياء جديدة ودرست بزنس وماركتين مش بس من سينجاني أكبر في أمريكا درست في سين مايكلز سين مايكلز سين مايكلز في لندن بعدين في مراحل بس درست بزنس وماركتين وماركتين وعملت عملت أرت ستوديو ودرست ماركتين وبعدها أفتكر لما اتخرجت من الجامعة اشتغلت في شركة فاينانس ومعرف إيش كده بس أمداً ما لقيت نفسي وقلت لا لا بعدها اشتغلت في ماركتينج وآيكي وبعدين ففي كده يلا في قصص متشابهة مع المسيرة اللي أنا مشيت فيها أنا لما كنت في البانكينج كنت أستخدم التمثيل لما أكلم في العملة ايو ايو فتفضلي اسلم يا اسف على المقاطعة فجربت أشياء كتير وجربت مجالات كتير كنت اشتغلت في الجفالي اشتغلت في شركة دعاية وإعلان وبعدين وبعدين كده جات مرحلة في حياتي قررت لا أبغى أرجع اكتشف نفسي من أول وجديد تقريباً صار لي امكين خمسة أو ستة سنين بشتغل في العالم المهني فرحت في رحلة تانية لاكتشاف الذات وسامحت لنفسي أجرب أو أدرس أشياء ما كنت عارفة ليش أبغى أدرسها بس أبغى أدرس أشياء ما أخد شهادات يعني ما أخد شهادة جامعية بس أخد كورسز لسه عالم الطهي ما دخن في الحياة لا بدأت كنت باخد كورسز بايكينج باخد يعني دبلوما درست فتوغرافي درست مكس ميديا ما كنت يعني كانت في كده فترة توهان ماني عارفة أنا إيش أبغى ماني عارفة لما أرجع عالسولية إيش أبغى أسوي ما أبغى أشتغل أبغى أشتغل لنفسي وبعدين رحت بعدها عشت في لندن بعد لندن عشت في مصر كانت مجرد كانت مجرد المعيشة ما كان لي غرض أنه دراسة واكتشاف نفسي بس أبغى أشتغل لندن كانت دراسة واكتشاف نفسي مصر كان في شغل هناك فرحنا واكتشفت مرة شيئ كتير ومواهب عندي أنا ما كنت أعرف وسامحت لنفسي لأنه ما كنت عارفة ما كنت حاطة لنفسي أي خيود لأنني أنا أقدر أجرب وأقدر أخش مطبخ وأقدر أعمل وأقدر أساعد وأقدر أساعد وبعدين رجعت السعودية وبدأت شوية شوية رجعت رجعت فتحت مرة صغيرة يعني لما أقول لك مرة صغيرة مرة صغيرة تسمعين قبلها خطوة قبلها في لحظة كانت يا في مصر يا في لندن منها هو الكلام اللي أسمعه إنه في لحظة كذا بوم بلا بيزنس بلا دنيا بروح للكيتشن آآ لأ هذا قبل ما أروح إلى لندن لما نسبت شغلي في السعودية قلت أنا حادرس حاجة أنا أحبها وأقدر أشتغل فيها بس هي إيش؟ لا أعرف لسه ما أعرف لسه ما أعرف فهي زي ما قلت لك درست كورسز وأخدت كلاسات وجربت أشياء مرة كتير إلين ما رجيت في مصر وبدأت أشتغل مع ناس ليها في الأكل ومرة لقيت نفسي في الموضوع دا وبعدين لما رجعت السعودية 2013 في أحد جدا عزيز عليّ طلبت مني أني أنا أعمل لها عزيمة وأنا عمري ما عملت للناس بس أنا دائما أنا أعمل لنفسي أو أهلي أو مرة يعني فقامت قلت لي أنا عندي عزيمة مرة كبيرة وكان عندي كيترين ومشيو تعال أنت سويها فقلت أوكي نجرب جربتها والحمد لله لاقت افتحسان مرة كبيرة بعدين شوية شوية فتحت الكيترينج بيزنس وبرضو كنت أطبخ وأروح في بيوت الناس وأعمل العزايم وكل شيء بعدها عملت بايلوت بروجيكت بروجيكت صغير كده أني أنا أختبر في السوق وأشوف هل نوع الأكل اللي أنا أبغى أسويه الناس تتقبلوا وتحبوا ولا لا الحمد لله كان مرة كويس ليش كان هو نوع الأكل يعني يعني أنا مثلاً لما أقول لك لما أنا بدأت ما كانت لسا مثلاً كنت دائماً أستخدم مختلفة كنت وقتها دوبها الكنوة تخش السعودية ما أحد كان يستخدم الكيل بدأت أجيب الكيل ونستورده عدى الحين الكيل ما ضهم حين الكيل ما عدتوا شخص كنوة لكل مواطن يعني ما في منو في السعودية ما في منو تيبس يعني مع العزل والطبخ والأشياء أنا وزوجتي سوينا منو تيبس وكان جيد يعني كويس يعني بدأنا نعمل أشياء مختلفة والحمد لله لقت استحسان وبعدين بدأنا في فكرة اللي هو المطعم أنا أبغى أسوي مطعم المهم كده اعتزمت الموضوع ده وبدأنا في المشروع حصلت عقبات ولكن يعني تخطيناها الحمد لله بعد فترة مرة طويلة يعني الموضوع المشروع مرة طويلة يعني حصلت مواقف وقفتنا عن المشروع ولكن في الأخير اشتغلت وفتحت المطعم والحمد لله يعني من أكثر الأشياء اللي أنا مبسوطة فيها في حياتي ما شاء الله ما شاء الله أنا كان لي تجربة كثيرة مع سوشال كيتشن والله يعطيكم العافية مرة جميل في شيء مشابه ومصاحب لسوشال كيتشن اللي هو سوشال جروب أنا أعتقد أنه في موفمنت هنا صايرة حكينا أكثر يعني أنا مع الدراسة والحياة اللي أنا عشتها يعني أكثر فأنا ما يعني ما أعرف أوقف عند حاجة يعني مو بس أبغى أعمل واحد شيء في هذا فتحت مشروع صغير اسمه The Social Space هو يعني زي قاعة احتفالات أو قاعة إفنس بس مرة صغيرة تعمل إفنس يعني نيش سبيسيفيك لحاجة معينة لثيم معين فتحت ويب سايت لحظة يعني في اليوم الواحد تقرروا تقولوا اليوم خلينا ننسوي ميكس بين ويالله يعني شيء زي كده لا أمو مطعم هو الـ social space أكثر يعني مكان لإفنس تعمل فيه pop-up store تجيب فيه concept جديد أشياء زي كده يعني كلنا مثلاً لرمضان نعمل زي مثلاً بزار صغير very specific لما مثلاً نعمل فيها ورش عمل نعمل فيها أشياء زي كده بعدين عملت صفحة إلكترونية تجمع فيها الناس اللي تعمل الحرف بإيدها في العالم العربي ملابس خزف صفحة إلكترونية صفحة إلكترونية أشياء مختلفة ما شاء الله يعني ما هو مجرد طهي كان كان يعتمد على الـ social المرة جميلة يعطيك العافية بس أنا شايف هنا لمسة بزنس دخلت في الموضوع نعم نازم فهنا هنا شوية سحبنا التاجر طلع فيه هنا 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 التاجر سحب شوية من البزنس ودخل ساعدك في استتاح الـ social kitchen في الـ running الـ business هذا؟ هو شوف المطاعم يعني شغل المطاعم مو زي شغل الـ businesses الثانية الـ businesses الثانية ريتيل مثلاً ما أنك عايش بـ ما أنك عايش بمواد عايشة ما أنك عايش بـ المطاعم كل يوم أنا مثلاً في المطعم كل يوم يجي كل يوم لازم نشوف الخضار والفاكهة اللي توصل ممكن اليوم في شيء ممكن اليوم ما فيه يعني أكتر شيء أفادني الـ experience حقي في مصر ولما شفت وعشت مع الناس اللي بتفتح المطاعم وبشوف هما إيش بيسووا وعشان أنا زي اللي عملت شادوينج معاهم واللي اشتغلت معاهم فشفت الموضوع دا تعلمت عليهم وبعدين أنا جي طبكت عندي جميل يعني في كلبة social أنا بغغى ركز عليها اختياركم لها يعني هي social نبغى نقول عنها أنه نبغى نجمع الـ community هو أنا بالنسبة بطلنا مثلا شوف طاولة الصفرة تجمع الناس والناس تجلس مع بعض وتتكلم وتتناقش بآخر اليوم عشان تاكن لقمة حلوة مع بعض في الويبسايت عندي كنت أبغى أجمع الـ artists والكرياتيب مع بعض عشان إحنا مجتمع واحد إحنا يعني زي برا ترى عندنا ناس عندها صنعة وعندها أشياء جميلة بس ما عندها منصة تطلع منها أو ما عندها الفرصة أو مثلا ما عندها الـ business تعرف تعمل الشيء ده بس ما تعرف تسوقه وما تعرف تبيعه يعني كل الـ concept والـ businesses اللي أنا أحب أعملها اللي هي تجمع الناس مع بعض أو تجمع فئة معينة مع بعض وتسمح لها إنها تظهر بطريقة جميلة هذا يوديني السؤال الثاني إنه في بقولات دائما تنقال تعرف تطبخ كويس مو شرط تعرف تسوي مطعم صح يعني مو لازم تكون أحسن طباخ عشان يكون عندك أحسن مطعم أبدا وممكن يكون أحسن طباخ في العالم وتفشل لما تفتح مطعم يعني من ملخص الكلام هذا الـ presentation مرة مهم التقديم الأكل مرة مهم هل العكس صحيح؟ يعني هل لو أنا أعرف أقدم لك الأكل بطريقة مرة حلوة بس الأكل مرة مو حلو لا طبعا لأنه الناس هتيجي تشوف مرة واحدة وبعين خلاص هيفشد لا الناس تفهم يعني السوق فيه مرة أشياء كتير أنه الناس سارت يعني الذائقة حقتها جداً ارتقت الناس سارت تفرق بين الـ quality واللي ما هو مرة quality صح بس على الناحية الثانية ممكن أنك إنت لما تقدم مثلاً أكلها مرة جميلة وشكلها مرة جميل بس الـ back of house حقك والترتيب حقك والـ business ما هو صح ممكن تفشل ممكن يكون عندك أحنى أكل في العالم بس مطعمك يقفل ويفشل بعد ثلاثة أربعة أشهر عشان أنت ما درستها صح أنت ما عملت الـ planning صح يعني في مرة يعني variables كتير بالحديث عن الـ social واجتماع الناس وهذا في لكي تجارب أعتقد تجربتين كانت في موسم جدة وكانت في الـ catering الخارجي في Middle East كان أكثر أنا حضرت في بوسم جدة وحضرت في الـ Middle East كان في خليط ما بين في أشياء سعودية صغيرة وفي أشياء جاية من بره وكنت أنت مسؤولة عن اختيار بعض الأشياء اللي تيجي أو المطاعم اللي تيجي بوبوبس من بره أنا ما كنت مسؤولة عن الاختيار أنا كنت مسؤولة عن الأكل والمطاعم مسؤولة أنه نفتح المطاعم نمشي المطاعم ونشغل المطاعم كان في مية في موسم جدة كان في مية سبعة وخمسين كونسبت سعودي موجود في الموسم كانت يعني من أكثر الاختبارات الصعبة والشيقة لنفسي يعني كان تست صحيح للمقدرة وتست صحيح للتيم إننا نقدرنا نعمل الموضوع هذا كله على بعض طبعاً طبعاً يعني دخلنا في قلتي لي مية وسبعة وخمسين أو عفواً مية وسبعة طيب هذول اللي كانوا يسوون أشياء من الكوزين السعودي لا في منها كوزين سعودي وفي منها كونسبت حقت شباب وشركات سعودية بس في مختلف الكوزين إذا ما خانتني الذاكرة سويتوه برقم قياسي 21 يوم ما شاء الله ما شاء الله وكان من أرواع وفعلاً يعني صراحة يستحق الإشهادة كان الإشهادة جميل صراحةً يعني من أكثر يعني الإشهادة اللي أفادتني وأضافت إلي حسيت إني بعد موسم جدة قدر عمل أي شيء أي حاجة عادي ما شاء الله يعني شفنا هالمطاعم العالمية جد الحين أوكي وشفنا ذا الكوزينز العالمية جد هل حنشوف يوم الأيام موسم ميونيخ حيكون في مطاعم سعودية راحتلوها؟ أكيد أكيد يعني 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 ولكن طع كلامك شفنا زوما شفنا كويا شفنا بسكاليني شفنا كثير من انترناشنل خلين نقول كاجوال وحنروح للنقطة هذي بعدين إيش هو الكاجوال الشيء هذي شفنا هجت هل في كاجوال فورميلة سعودية للكتشن حتروح بره مثلاً حتروح حتسافر أبرود الحدود السعودية يجي واحد بريطاني يقول أريد أن أرغب كابسا ممكن أكيد الكوزين في أي عالم يعني له سايكل والكوزين السعودي الآن بالذات بعد وزارة الثقافة وتركيزها على فنون الطهي وفتح هيئة الطهي أصلاً سمحت أنه الآن يكون في شكل رسمي للطهي السعودي قبل فترة بسيطة الطهي السعودي في بيت الوالدة في بيت الجدة في بيت الخارج هذا فن تأكل الطهي السعودي ولكن الآن مع التوجه حق الحكومة ووزارة الثقافة فالتركيز سار على الطهي لأنه الأكل أول توتش بوينت أي أحد من بره يجي يلامسه لما يروح بلد جديد أنت لما تركب الطيارة وتروح بلد جديد أول شي تنزل حتشتري شي تأكله صح فالفول أحنا نزامر بلستة أصلاً بلستة المطاعم الأكل هو أول توتش بوينت يعني ما يحتاج كلام ولا نقاش ولا تحفظ اللغة ولا تعرف أي شيء فهو أول واجهة ثقافية بسيطة تقدم لأي أحد تاني يعني أنت روح اليابان مو نازم تتكلم ياباني ولا يازم تعرف تقرأ ولا تكتب حتدخل مطاعم حتأشر أب غدا أب غدا حدوقوا حيجيك إكسبرينس القلتور هذا ليش الطاهي مهم إحنا الآن في طور تطوير تطوير وسقد الطاهي السعودي عشان نقدر يعني نصدره ويكون عندنا كفاية من ومن العلم ومن يعني عشان نقدر نودي عشان نكون إنترناشنال كمان يعني صح مش عشان تكون إنترناشنال عشان يكون فيه واليد العاملة اللي تعرف تطلع البرودكت اللي أنت تبغى يعني الطاهي الفرنسي أخد مئات السنين عشان يوصل اللي هو فيه الإيطالي أخد كبير وأخد الدول اللي حوالينه والتكنولوجي والصناعة يعني الطاهي فن برضو وصناعة الصناعة دي لازم تسقل وأنا شايفة يعني حوالي شباب مرة كثير بيشتغلوا على هذا الموضوع كيف أنه نقدر ناخد الثقافة حقتنا والانجريدينت حقتنا ونصدرها بكل تأكيد بس أرهاب إن شاء الله قريبا أرجع مرة ثانية البيج إفنت الميدل بيست وأوسف جدة والكوزيفز العالمية في موقف كذا صار؟ تعطينا ياه مثلا شي كذا شي علك في بالك يعني من وراء الأيديا هذي الموقف اللي يمكن ممكن مثلا في ميدل بيست الموقف اللي كده قوت مي أوف غارد إنه إحنا كنا عاملين حسابنا على رقم معين يدخل في اليوم وما شاء الله تبارك الله الأعداد كانت يعني بتتزايد وتتزايد وقبل افتتاح الإفنت بتقريبا ثلاثة أربع أيام جاءنا الخبر إنه الأرقام حتزيد كتير فكنا لازم مرة بسرعة نعمل أباكا بلان وصراحة الفريق كله يعني جامع بعض وساعد بعض إنه يعني إحنا رحنا من مية وخمسة وستين ألف شخص لتقريبا أربعمية ألف شخص ما شاء الله ثلاثة أيام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني إحنا البلان كان يعني رقم صغير وبعدين فجأة كنا لازم بسرعة نقدر يكون عندنا باكاب كفاية للأعداد اللي زادت طيب عظيم عظيم خلينا نركن شوية هذه الأشياء على جنب خلينا نروح لحياة خلينا نقول يعني الآن باسم الخريجي يعني ما شاء الله اسم في السوشال ميديا معروف وكبير حكينا أكثر عن في هذا العالم وكيف أختلط أنا حقيقي حقيقي السوشال ميديا كان بالنسبة لي ولا حتى يعني ما أعرف شيء أفتكر لما يعني بدأت الإنستغرام كده مرة يعني عادي ولا حتى أعرف يعني إيش سناب شات يعني حتى أفتكر يوميها أختي جاءت قالت لي تعملي كده ويشوفوك يعني هم يشوف كل شيء أنا أقولوا يسمعوك أنا بدأت عشان أخواتي وصحباتهم أعلمهم وصفات سهلة يقدروا يستخدموها وهما عايشين برا ويبغوا يشوفوا مثلا الإفنس إيش الأكل اللي بسويه كيف برتب كيف بعمل فكده بدأت يعني جدا بسيط من مطبخ بيتي يعني اليوم حنعمل كده جيبوا كده اشتروا كده اعملوا كده وبعند سبحان الله الأرقام زادت والأعداد تزايدت ما كان يعني وقتها أول ما بدأت ما كان يخطر في بال إني أكون ماشيخ مكان وإحد يوقفني في السوبر ماركت يقول لي إيش أحسن جبنة أستخدمها ما عرف أنا أوكي سأني أنا قريب على الكلام هذا في سالفة صارت مع 50 سنت في موسم لد 50 أعلم إن إيوة لما قابلته فقاعد يتكلم على الكلتر والأشياء هادي فقمت يقول إيش أحسن جبنة 50 سنت في العربية إنت الآن اسمك 50 هلالة ويومي هو يقول أنا 50 هلالة رسميا رسميا طيب خلينا ننتقل بعدها يعني الشي خلينا نقول لما يقولوا شيف أول شي بأسألك وش هو الفاين داينينج لا أنا أقول اليوم بروح بروح الدين الفاني عشان مش لنستار معين لأنه وش هو الفاين داينينج هذا شوف في المطاعم في الفاين داينينج عادة الفاين داينينج هي مثلا المطعم اللي هتدخن هيكون في شرشف أبيض على الطاولة هيكون في أربع ملاعق ولا خمسة ملاعق ولا خمسة شوك عن يمين وعلى اليسار التقديم هيكون مرة فورمل هيكون عادة أربع كورسات خمسة كورسات يعني مو أبغط له بصاحة أنه أجلس والصاحن هو نفس اللي على الطاولة المطاعم هادي بدأت تقل مهي مهي في العالم كله الفاين داينينج كونسبت والرسترونس بتقل الكاجول الفاين اللي هو زي زوما وكويا وش فرياني ثواني أنا من الناس اللي كنت أعتقد أنه كويا خلينا نقول زوما وكو ونزومي هذي يعتبر فاين دايما هذا يعني كاجول فاين الحداكة الفاين عادة تسفل experience يجيك حاجة إيش ما أموذ بوش اللي هي الشف يبعث لك حاجة تجربها وبعدين بين الكورس والكورس تشرب مثلا آيس كريم بالبيزل عشان تغير البالت حاجك يعني مرة فورمل الكاجول داين هو أكثر الفن أوكي طيب خلينا نرجع لسوشال كتشن بما أنه دخلنا فيه وبما أنه يعني بسمة فيها تلبس قبعتين وقبعت البزنس وقبعت الشف في هذا الموظفين الموجودين في قصص أنا سبعتها شخصيا أنه في أشياء كذا شبحت جوا قالت أوكي أيام أول بسمة شبحت من البزنس للكتشن في ناس عندك شبحوا من الكتشن إلى وين؟ مو بس الكتشن التيم حقي أنا يعني الكولتشر حقي في الشغل أنا أعتبر التيم وأكتر من التيم بناتي أنا سميهم بناتي البنات اللي يفتغلوا معايا هم بناتي وأي يعني حب أو باشن يكون عندهم أحب أني أنا أشجعهم في الموضوع هذا إيش ما يكون إذا أنا أقدر أشجع أو أنا أقدر أساعد أو أنا أقدر يعني أدفعهم أنه هما يجربوا بزنس أنه هما يفتحوا بزنس أنه هما يخوضوا مرحلة يعني أنه يكونوا رائدات أعمال يعني أحب أشجع الشيء ده أقدر أكتر ما يمكن واحدة من بناتي الآن يعني بعد فترة طويلة اشتغلت معايا طورت منصة إلكترونية وما شاء الله تبارك الله الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله أكل أكتر حقا أشجعهم أنهم يخوضوا التجربة ويجربوا الهم يحبوا واحدة من بناتي الثانين مثلا دارسة على موارد بشرية بس حب تطبخ ففي المكتب عندنا كل يوم نخليها مثلا تجرب إذا عندنا ترينينج أو أبعثها أنها هي تعمل الترينينج أي شيء يساعدها أنها تكتشف نفسها وتحب نفسها في المجال اللي هي تحبه أنا ما يهمني أنه هي دارسة موارد بشرية بس إذا هي في آخر اليوم تبغى تطبخ وعندها الفرصة أنها وعندها الملكة ليش لا فتبغي هي حيفة إذا أنت بتشوفينا كل يوم تعمل لنا فطور وكل يوم تعمل لنا برانش وتعمل لنا عيش وتعمل لنا أكل في المنزل حقيقة جميلة هيفة طيب أبو غرج عمره ثاني على الفاين داين أنا لاستقاه في فاين داين سعودي؟ أو هل تنصحين أنه في ساين داين سعودي يصير؟ يعني أنا أنا أميل أكثر شخصيا إلى الكاجوال فاين الفاين داين على قولهم إنه فاين داين سعودي ما هو يعني الطبقة اللي بتكلمها طبقة جدا صغيرة ولكن الكاجوال فاين يكلم من ناس مرة أكثر وممكن يعني يوصل لشريحة مرة أكبر أكبر طبعا أفضل شف أفضل شف فيك يا عالم أو وحدة؟ مرة صعب لا يعني؟ يعني؟ تابعونا في اللايف الآن ما يزعلوا الله تخافي لا أنا شوف في مجالات مختلفة أحب ناس مرة كثير بس من الناس اللي أنا جدا أحترمهم جوليا تشايلد هذه ست من زمان جدا مشهورة أحس شوية فيها منها يعني حاولت تكتشف نفسها وتكتشف الأكل وتكتشف الطبق وبعدين أنا مرة أحب جايمي أوليفر وطوم أيكنز حالو جميل أبغى أسمع يعني في نعرف قصة نجاح بتيل لحظة شف إزو مرة أحبه قصة نجاح بتيل وكيف قدر أن يصدر الساودي كوزين أو يعني غير فيه ونقله إلى خارج السعودية حكينا أكثر عن القصة هذه يعني أنا أعتقد أنه بتيل من القصص الناجحة اللي نجحت فيه تصدير كونسبت السعودي من غير ما يكون أوفرولمي صحيح يعني بتيل كونسبت سعودي بيستخدم إنجريديين سعودية بيستخدم الموارد الطبيعية حقتهم في طرق مختلفة وكريايتف برضو فبتيل من القونسبت اللي يعني أحس إنها كمان حتطور نفسها بتيل موجود في أمريكا بتيل موجود في مصر يعني صحيح لندن أظن فتحوا بالحديث عن البزنس والمطاعم وعملها وش عوابل النجاح اللي حتبشي فيها إذا واحد بيفتح مطاعم أنا أعتقد من أهم الأشياء حقت نجاح المطاعم إنك أنت تعرف أنت بتكلم مين ممتاز يعني مين انتارجت أوديينس حقك الفئة المستهدفة مهمة جدا طبعا ما ينفع أقول إنه أنا مطعم لكل الناس وكل الطبقات وكل الأذواق ما حينفع لازم أنا أعرف أني أنا بكلم شريحة معينة تبغى الفلايفر دا تحبه بتدور على الامبيانس هذا المود هذا الطريقة دي تقدر تركز وتقدم مادة تعجب الشريحة دي لأنه هذا اللي هي بتدور علي لأنك تدرس الشريحة دي وتعرف توصل لها اللي هي تبغى نصغر الموضوع أكثر نطلع من مطعم هل هنلقى سوس من بسمة خليجي يمبع في سوبر ماركت كذا إن شاء الله يعني شي زي جيمي أوليفر مثلا يعني إن شاء الله يا رب يسمع منك الله هكو سبايسي ملا لا هنعمل مختلفة إن شاء الله طيب جميل جدا أنا في سالفة صار يعني دايما معلقة فراسي أشوف الحمص في العالم وين ما تروح والله موجود رحت مرة مثلا في أمريكا وأحد المطاعم لقيت في شي مكتوب Fusion Kitchen إحنا مخلوطة كده لقيت فلافل لقيت حمص لقيت هذا بعدين لقيت مسكأة اللي هي مصقعة أي؟ هل في يوم من الأيام طبعا المصقعة ما جت زي ما حلصينية وكذا لا أنا جتني كذا دويرة وعنى دي كنستركتد ومحطوط عليها ما عارف إيش بشكل أنيق وش مصقع الكشفة تسلم عليها قبل أن تأكلها يعني فهل حنشوف هل حنشوف الجريش مثلا بشكل يفهمتيني يعني أكيد أكيد أنا أعتقد Absolutely إذا إحنا يعني ركزنا في الموضوع ده صح ويعني We approached it بالطريقة science أكثر من بس passion لأنه تصدير يعني زي أنا أقول لك في اليابان مرة قليل فيه مطعم ياباني الأكل الياباني موجود برا فيه مطاعم بس مو اسمها ياباني يعني المطعم السعودي ممكن يكون فيه مطعم سعودي بس صعب جدا 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 أنه مطعم سعودي لسعوديين إذا أنت تبغى تعمل مطعم سعودي تبغى تصدر الأكل زي الأكل المصري المطبخ المصري المصريين عمره هما يأكلوا أكل مصري في بلدهم صح وإذا تسمعي لي كمان فيه أتذكر واحد أنا معمري زورة اليابان وإن شاء الله هذه من المناطق اللي أبغى يعني بلدان أبغى أزورها قالوا لي السوشي اللي ناكله ما ولا هو أي سوشي آه لا ولا له أي علاقة بالسوشي اللي إحنا نسوفه السوشي اللي إحنا بناكله مطور عشان يناسب الانترناشنال تيست فبرايك لازم الكتشن السعودي يمشي على الفورميلة هذي أنا أعتقد أن الكتشن السعودي إذا ما صرنا أنه يعني بالضبط زي ما عملوا اليابانيين زي ما عملوا الصينيين في الشاينيز فود لما أخذوه على أمريكا مثلاً عملوا له تطوير وتطوير أنه يقدر يلامس الذائق الانترناشنال أكثر إذا أخذنا الطبخ السعودي وعملنا له بكوزين ثانية مختلفة من غير ما يكون يعني واحد أو الثاني ممكن يكون مطعم سعودي مو لازم يكون مثلاً طبخة ممكن استخدم الجريش بس ما أسميها جريش أول ما أنا أحط الجريش بس أسميها استخدم وأستخدمه بطريقة ثانية جريش بس أنا ما حقول للسعودي هذا جريش لأنه حقولي هذا ما هو جريش ليه ما عندنا جودة في المكونات حتى في المطاعم اللي مفترض تكون high-end؟ يبدو أنها ممتعدة من المكونات اللي موجودة هل تتفحيل أولاً أنها ما في جودة ولا لا؟ أوكي، معظم المطاعم اللي تبغى تكون successful تحاول تجيب أحسن مواد أو raw ingredients تقدر تجيبها في السعودية ولكن أنا بتكلم من صاحبة عمل من أصعب الأشياء اللي إحنا نجيبها في السعودية هي الـ ingredients لأنه إحنا ما عندنا مواد طبيعية يعني إحنا موزا اللبنانيين مثلاً الخضار والفاكهة يعني كل شيء تقريباً مستورد فالاستيراد مرة صعب والأسعار تكون أعلى لأنك طبعاً كل شيء مستورد ففي مطاعم مثلاً على حسب أيش يعني high-end يعني على حسب نوع المطعم ولكن يعني أنا مثلاً أعرف أنه أنا والناس اللي زيّي يعني بنحاول قد ما يمكن أنه إحنا نجيب أحسن شيء موجود في السوق هنا في سؤال آخر عندنا هل الدراسة تعزز الإبداع بنظرك أو أنها تقننه وتحطه داخل بوكس أنا أعتقد أن الدراسة تدي الـ skills يعني تقل تقصر مرحلة التعليم يعني ممكن أنا مثلاً ياخدني أربع خمسة سنين عشان أتعلم حاجة معينة ولا عشان أوصلها لكن إذا أنت درستها ممكن على طول في أول ثلاثة شهور تعرف أنك أنت ما تقدر تحط الإنجريديين دا مع الإنجريديين دا بس أنا يمكن كنت جرفت ستة سبع مراتي لما كتفت أوكي هذا ما ينفع يكون مع بعض وإذا تسمحي لي كمان أضيف الدراسة مع الاحتكاك تضيف لك خبرة أكبر كمان غير التعليم ما هي الـ Go To ديش أد سوشال كتشن وبالعربي أشي هي يعني وصفية لنا جوه سوشال كتشن يعني إحنا عندنا مرة الناس تحب تونة تاكوز مرة مرة يعني ما في طاولة تيجي إلا يطلبوا تونة تاكوز طيب داخد سؤال آخر حلمي إني أفتح مطعم إن شاء الله إيش المقومات اللي أحتاجها عشان ينجح أتوقع ذكرنا هذا الشي في لقائنا بس ممكن نعطي نصيحة نصيحتين زيادة إذا ممكن أهم شي إنكم تعملوا الدراسة الصح يعني أنا أفضل أدرس سنة ولا إني أفتح وأقفل على طول لأنه يقول لك تسعين في المية من المطاعم عالميا تكفل في أول ثلاثة سنين حسنا 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 سؤال آخر ليش ما في أورغانيك فود أكثر مثل يعني ضربت مثال في دبي لأنه إحنا لسا ما في الـ الناس لسا ما عندها الوعي إنها تعرف إنه أنا أفضل لإني أنا أشتري وحدة بدنجانة أورغانيك بدل ما أشتري كيلو بس الفائدة حقتها أحسن من العالي يعني جميل وجبتك السعودية المفضلة ملخية جميل ملخية الناشفة الناشفة طيب أكلة تأكلينها كل يوم لو أقولك كل يوم هتأكلين هذه الأكلة عيش أوكي مطعمك المفضل في السعودية سوشال كيتشم ما شاء الله طيب أوكي أوكي ما أقول شيء تاني لا لا حقك حقك الدولة أكلهم حلو وجميل إيطاليا طبعا إيطاليا طيب شيف ودك تطبخين معا أو معاها جيمي أولم أوكي أوكي ماذا السوس حقه مو من فراغ أفضل فيلم شفتيه كان عن الطبخ أظن اسموذي 100 ميتر فيلم عن طباق هندي بشكل سريع طباق هندي أهله عندهم مطعم هندي بيسيك مرة وقدامهم أوتيل مرة مرتب فهو لقى يعني حاول يشتغل هناك وطور نفسه هناك أحلى حالة سويت دزيرت فان تاخدو أوكي كوزين مظلوم في رأيك ما حد مظلوم السعود السعودي السعودي كوزين مظلوم أوكي أحلى طبخة طبختها في حياتك اللي من بعدها قلتي فوالا خلاص رضى الشيء اللي عندك هذا أحلى شريحة هاك هادي صعبة شوف لما عملت السعودي عرفت أنه خلاص هو كده هو هذا طيب آخر سؤال رأيك بالأنناس على البيتزا آه لا رعب رعب لا لا الناس هادي ما يعني أقاطعهم ليه طيب يعني قاعدين يبتكروا ويغيروا لا 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 غيروا مع نفسكم في مكان ثاني مش على البيتزا طيب جميل جدا بسمة شكرا جزيلا سمتعنا اليوم معاكي صرفنا كثير عن أمور البزنس وعن 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 جميع هذه الأمور شكرا جزيلا لك كل عامل أنت بخير وانت بصحة وإذن الله على خير إن شاء الله وصحة وسلامة أعطيك على السعر فيها شكرا أهلا وسهلا في أمانك